سيد الخير أعزائنا المشاهدين أهلاً وسهلاً بكم وحلقة جديدة من برنامجكم حقق حلمك معنا على قناة الصحة والجمال الفضائي سهل جداً لنا نحلم لكن الصعب إنك تقدر تحقق الحلم ده وفي برنامجنا بنقدم نمازج حلمت وتعبت لحد ما قدر تحقق حلمها والنهاردة معنا نموذج مشرف شاب قدر يحقق حلمه معنا ومعاكم الكبطان طارق شعيشع هيكلمنا عن موضوع غامض بالنسبة لأغلبنا وشيك كمين أهلاً بيك يا طارق نورت برنامجنا النهار أهلاً بيك يا طارق نورت بذورك تعرفنا بنفسك يا طارق أنا الأبطان طارق شعيشع دخلت الأكاديمية في 2005 كان عندي 16 سنة كان سنة صغير اتخرجت منها في 2009 كان عندي 20 سنة وبعد كده بدأت العمل في المجال البحري وأنا عندي 21 سنة طلعت على أول مركب كانت رورو رورو دي بتشيل عربيات أو تريلات كان بتشتغل من جنوب أفريقيا لغاية جنوب أوروبا مركب بضايا مركب بضايا عادت عليها فطرة لا تقل عن سنتين أجازتها كانت قليلة جداً مش يعني أقط أجازة خدتها كانت شهرين بس كانت الرحلة البحرية كانت ممتعة إنها كانت أول طلع بالنسبة لي وإمتى حلمك بدأ؟ حلمي بدأ يعني من الصغر كنت بحب جداً الرياضات البحرية زي السباحة والشراع والتكديف كانت الرياضات دي كلها هي دي الرياضات اللي أنا بحس إن أنا مبسوط فيها غير أي رياضة تانية فبدأت تتنمى عندي فكرة إن أنا أبدأ الشغل في المجال البحري وبتديت تدور إزاي تكون في البحر طول الوقت؟ كانت في دماغي إن أنا أطلح يعني حاجة ليه علاقة بالبحر بتقعد أدي إيه في البحر طول فترة شهور؟ من أربع شهور لغاية ثمان شهور كل شركة بتختلف يعني موازم السنة تقريباً آه تلاتة أربع السنة كل شركة فيه شركات بتدي أربع شهور وشهرين أجازة فيه شركات بتوصل لستة شهور كل شركة وليها نظام طب طول فترة الأعداد طويل يعني أنت بتقعد شهور في البحر بتبقى منقطع عن العالم ولا فيه وسائل اتصال ولا؟ بتقضل فترة دي؟ لا طبعاً فيه وسائل اتصال الوصائل الاتصال بتبدأ أول ما إحنا ما نبقى قريبين من الميناء في حدود الساحل عن طريق النت شغال معنا ما فيش أي مشكلة لكن لو لكن وإنتوا في عرض البحر؟ لو إحنا عند البحر ما عندهش وسائل الاتصال غير الساتيلايت يعني ده بنتكلم منه بس الأسرة أو الأهل الكلام ده في أضيق الحدود إنها بتبقى مكلفة جداً الساتيلايت حاجة صعبة أنك تتعب تنعزل بالشبور لغاية ما وصل أقرب ميناء أول ما وصل أقرب ميناء بيبقى خلص الموضوع سهل جداً يعني طب حنطلع فاصل بفيديو عن الواقع العملي بتاع الكوبتان طارق ونرجع لكم تاني اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة طارق كل مهنة وليها مخاطرة لكن مهنتك مخاطره بس المهنة 24 ساعة في 24 ساعة في منطقة الخطورة كل عمل على السفينة في خطورة ولازم تركيزه علي جداً ولازم يعني اللي بيعمل في البحر لازم يكون عنده وعي كافي بكل حاجة من أي غلطة ممكن تؤدي لهلاك المركب أو ضمار البنقادمين اللي معاناً أخطر موقف اتعرضت له على مدار شغلة أخطر موقف وأصعب موقف هو انتشار الأرواح من البحر في عملات الإنقاذ أنك تشوفي مثلاً يعني الجسس على المياه وانت اللي بتحاولي تنتشي ليها وفي منهم اللي يعني بيحاول ينجو وفي منهم اللي خلاص بيفقد الوعي وفي منهم اللي خلاص توفى بتبقى موضوع صعب جداً أنه انت بتنتشي للروح هي في حالة هستيرية وبقاله مدة طويلة في البحر فده أصعب حاجة والحرايق تيجي في المرتبة التانية إحنا تقريباً مش فاهمين طبية عملك بالضبط يعني حاول تكلمنا أكتر يعني إيه دورك في المركب دي يعني أنا كل اللي فهمته أن أنت قبطان على مركب إنقاذ أنا اشتغلت قبطان على مركب إنقاذ برطبة كبير زباط واشتغلت في صفن البضايع وفي صفن الركاب من أول ما كنت زبط ثالث زبط ثالث أصغر زبط مسؤول عن السفينة أما بيجي يترقى بيبقى زبط ثاني بيبقى مسؤول عن الملاحة كبير زباط هو مسؤول عن الزباط والطأم كلها تحت ربان السفينة آه يعني دوركم بيبقى إيه؟ دوركم بيبقى إيه على المركب؟ على المركب بالنسبة لكبير الزباط هو مشرف كامل على السفينة تحت سيطرته كلها بتعلمات من الأبطال في محافظة على تسان السفينة وسلامة السفينة ودخول وخروج المينة في الشحن والتفريغ البضايع أما الزبط الثاني بيبقى مسؤول عن الملاحة وتغطيرة الرحلة البحرية من مين الوصول لمين القيام طب هنعرض شوية صور كده من وقع العمل بتاعت بتشرح حالنا؟ تفضل دي المركب اللي بتبقى متواجد عليها؟ اه دي المركب اللي متواجد عليها وهي بتعمل عملية إنقاذ والصورة دي؟ الصورة دي كانت كان إحنا عندنا تعليمات من الشركة هاي اللي بتبلغنا إن إحنا نقطر عندنا أمر بعملية القطر بتبقى سفينة عطلونا في عرض البحر بتقطروها؟ مش كتبا سفينة يعني عايزك توضح لنا بس طبيعة العالم؟ أي حاجة ممكن تكون عطلانة طالما طلبت استغاثة وإحنا في الإرية اللي هي المحيطة بيها واجب علينا إن إحنا نروح ننفس فطبعا بيبقى فيه استعدادات قبل إحنا ما نوصل للحظة دي دي آخر اللحظة دي صوركم بالزير رسمي بتاعكم؟ اه ده اسمه أفارول وده فريق العمل دي كلها الكابتن والزباط اللي هي مسؤولة تماما عن عملية الإنقاذ أو عملية القطر بتفضله طول الوقت على سفينة في انتظار استغاثات السفن؟ اه طبعا إن هي الوظيفة الأساسية هي إنقاذ إنقاذ ويوم تحت مع القطر إنقاذ مراكب اتعرضنا قبل كده المركب بالمفروض إن هي تكون يعني يكاد تكون بتنتهي بسبب الحرائق لكن بالمعدات اللي عندنا أضارضة إن احنا ما نخليش السفينة تبقى هلك وفيه حيتعرض دلوقتي بالنسبة للصور طريقة المدافع وهي بتشتغل باسمها فايل فايت المكافحة الحرائق بتشتغل إن هي إزاي تطف الحريقة وبيبقى دوركم إيه في الانقاذ؟ ده مثلا هنا الطقم كله جاهز ولبس السيفتي كوب انتوا كلها ولبس الهلمت لبس السيفتي شوز عشان طبعا الحتة دي في منتهى الخطورة إن هو منه للبحر لو هو مش جاهز أو ما عندوش وعي كافي أو مش مدرب ممكن إن يفقد حياته إن المركب قريدي شغالة ورفصاتها شغالة فلازم يبقى عنده وعي كافي وخبرة كافية إن هو يبقى في المكان ده بتنتقله على الصفن اللي بتتعرض للمخاطر للمخاطر سمعنا عن حاجة غريبة كده في البحر إن فيه كرسانة وفيه الكلام ده الكلام ده همتعودين نشوفه في الأفلام بس؟ ده الكلام ده في الواقع طبعا في الواقع والواقع أصعب بكتير جدا من اللي ممكن أنت تسمعي أو أي حد يسمعه جالكم استغاثة قبل كده عن حاجة زي كده؟ ما بتبقاش الاستغاثة عن حاجة زي كده هي بتبقى عبارة عن إنت في منطقة اسمها بهايرسك إيريا منطقة قرصنا إيه ده؟ ده المدافع اللي هي بتشتغل عشان تطفي الحراية بتبقى لها مواصفات معينة ومعتمدة إن المفروض إن المسافة دي تكون أنت قريبة جدا من المركب اللي هي فيها حراية عشان تبدأ تطفيها دي مية بحر دي عبارة عن مضخات بتضخ مية بحر لأطفاء الحراق أوه يعني بتبقى مضخة في السفينة اللي انت راكبها بتاخد من مية البحر وتضخ على السفينة اللي بمتعرضة لحقيق يعني بالطريقة اللي انت شايفة توجهها فيها هي دي المدافع هي دي بالضبط بيبقى فيه مراكب عليها اتنين وفيه مراكب عليها اربعة فايرفايتنج واحد وفايرفايتنج اتنين اللي صنفلت شبوت ده عشان كبير ومصفاته عالية فعاليه اربعة فايرفايتنج ووحدة تانية فهم دي أربعة دي أربعة هنا هنا اللحام المفروض أن هو بيلحم له حديد ده نوع من أنواع الأمان عشان احنا هنا نحية الصمار فأي وقت ممكن معرضين للضرب من الصماليين منطقة خطر منطقة خطر جدا ومن أخطر من مناطق اللي موجودة في العالم منطقة الصمار منطقة الصمار منطقة بحر العرب الحتة دي كلها هيريس كيريا ودي أسلاك شيكة عشان لو هم طلوا على المركب ما يعرفش ده عائق بالنسبة لهم وما يعرفش أنه يطلع على المركب إنه لو طلع على المركب يعتبر خد المركب هي دي القرصان الطاقم غير مؤهل أنه يتعامل معهم اللي يتعامل معهم يعني دي مثلا مركب الجزء اللي احنا شايفينه ده ده حريق بالماكينات المركب دي كانت شايلة عربيات وولعت حتى حنشوف في صور لها في الجراج في جزء من البضاعة جزء من البضاعة كان يعني كان يكون يبقى خلاص تتلص بتنقله الأشخاص اللي موجودة على المركب اللي بتتعرض للحريق طبعا أول حاجة بنعملها إنه احنا بنحاول ننقذ الأرواح على قدر الإمكان وبعد كده نفكر في السفينة وبعد كده نفكر في الحفاظ على البيئة البحرية أهم حاجة عند أي حد هي سلامة الأرواح وتيجي بعد كده السفينة ومحافظة على البيئة البحرية ده عاملين زي خيال كده عشان لو فيه ضرب أو حاجة هو اللي يصطدم يعني يبقى الضرب فيه هو ما يبقاش آه يعني ده زي ما كدت كده مش شخصة حقيقة لا 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 ده تمويه تمويه تام عشان اللي حيضرب يضربه هو وإحنا اللي بقى عندنا خبر إنه في حاجة إحنا مش واخدين إنه انتو متعرضين لمر لهم أساليب كتيرة جدا مالهمش وقت يطلع فيه ممكن الصبح ممكن بالنهار ممكن بالليل مالوش قانون بتتعاملي مع ابن آدم ما عندوش دراية ما عندوش علم ممكن يموت نفسه ممكن يموت اللي حواليه في لحظة وكطأب غير مؤهل إنه هو يكون مع سلاح إنه يدفع عن نفسه في الملاطق دي المفروض إن الشركات كلها بتتعاقد مع شركات أمن وحراسة ومسكورتي جارد بتطلع على المركب بتبقى مسلحة وبتضرب الطأم وبتفهم الطأم في حالة إنه خلاص المركب حصل عليها قرصانة أو في مناطق معينة إنتو بتبقوا عارفين نهي دي أكتر المناطق الخطورة وهي دي اللي لازم تكونوا قريبين منها المناطق الخطورة إحنا بنشتغل فيها بتبقى بتعليمات من الشركة ممكن إحنا نبقى إنقاذ في مناطق خطرة أو مش في مناطق خطرة على حسب ما بنتوجه وعلى حسب إحنا ما نكون أقرب ما يكون لمين والعملية طبعا صعبة جدا يعني مش حاجة سهلة أبدا إن أنت عايشة 24 ساعة أنت خايفة من بخر ومن سوق أحوال جوية ومن عمالة الإنقاذ نفسها وكمان زايد عليكي القرصانة إنت ما حكت لناش عن قصة القرصانة قصة القرصانة هو لما بيبدأ يدخل على المركب بيبقى شافها من بعيد هو عنده رادار بيلقط إن في مركب هو قريب منه عنده وصلة وسيلة إن هو يكون فرد أو يعني زودية واحد أو اثنين يخش على المركب عن طريق بيبقى في حبل ما بينهم بحس إن المركب لما تدخل تمشي في السكة دي الزيادك دي كلها تقرب جنب المركب بيحصرها بيحصرها بيبلغها في الـ VHF إن هو يلازم يستوب إنجين دلوقتي استوب إنجين يوقف مكيناته ولو ما وقفش مكيناته هو مسلح أيا كان نوع السلاح اللي معا ممكن يفجر المركب ممكن يضرب تنكات الجاز الحاجات دي ممكن يفجرها تغرأ في ساعتها فلازم بيبقى فيه تعامل معاه لو إحنا مع الناس سيكورتي جارد طالما هو مفيش مكافحة وإن إحنا خلاص هو بدأ يسيطر على المركب المفروض إن إحنا بنوقف المكينات ويبقى فيه مكان في السفينة بغرفة المكينات ده مجهز بطأم جاهز إن هو يتعامل في حاجة زي كده عن طريق إنه هو فيه أكل إن إحنا ما نعافش الفترة دي هتطول قد إيه فترة احتجازه وشهادات المركب وبسبرات الطأم كل ده بيبقى موجود في غرفة المكينات يبقى تلكه إزاي إستغاسة؟ مين اللي بيبعت لنا إستغاسة؟ السفينة اللي حصل عليها قرصنة هي دلوقتي بقيت تحت حصنة لأ ما أنت يا حضرك بتتكلمي على سفينة حصل لها قرصنة إحنا ممكن يحصل لنا قرصنة يعني سفن الإنقاذ نفسها بتتعرض للقرصن؟ طبعا معرضة لكده طبعا بتتصرفوا إزاي؟ ما إحنا بقى يعني في التعامل كله نحن بقى معنا سيكورتي جرد السيكورتي ده بيبقى مسك وردي جزء منه مريح وجزء منه ستاند باي لأي حاجة وبالنفذ المفروض إنه فيه تعاون ما بيننا إن إحنا ممكن نغير خط صيرنا في أي وقت ممكن نحتاج نرفع السرعة على الأقصى درجة على حسب الموقف موضوع إطلاق النار بيبقى راجع ليهم هو اللي هيدر يحدد هل يضرب نار ولا ألا لكن كطاء مش مؤهل إنه هو يستخدم السلاح أو يكون عليه السلاح إنه هو دفع بي عن نفسه هم وظيفتهم إنه هم يحميك هو سيكورتي جرد موجودة على المركب إنه هو يأمنك ويحفظ على الرحلة البحرية اللي أنت بتعملي إنه أنت ممكن تكون بتنقذي مركب ومشي في هيروس كيريا هم يمهجمين على المركب هم يهجموا على المركب إحنا قبل كده كان عندنا مركب يعني مركب كبيرة جدا طلبة استغاثة نتيجة الحريق ويعني المركب دي كانت رفع عالم إيطاليا وإحنا عشان عبال ما وصلنا لها والكلام ده كان فيه مركب تاني بتأمنها تابع الناتو إنها ما يفعش تتساب كده في عرض البحر وصل لها إنقاذ قبليكم لا يعني هي المركب الناتو دي هي اللي راح تتحميها وبتطلع هيريكوبتر بتمسح المنطقة كلها اللي حواليها إنه ممكن بالليل ما فيه رؤية ما تتبقى مش حلوة بالليل كتأمن لها من أي اعتداء لحد ما أنتو تنصلوا وطفوا الحريق اللي عليها ينطف في الحريق أو تكون الحريق الريدي يطفى ففيه فقد في الأرواح فإحنا بندور عليه أو ناخد السفينة نوديها لأرب مكان إصلاح على حسب تعليمات المالك بتاع السفينة المنقذة وإنت دورك تحديداً بيبقى إيه أنا كدوري على المركب الإنقاذ ككبير زباط بأول حاجة بعملها نازم بنفس تعليمات الأبطان اللي هو الكابتن دي اللي هو المسؤول تماماً عن القصة دي في توظيف الناس مين حيبقى في المؤخر مين حيبقى في المقدم مين حيقف على الوينش مين اللي حيوصل الوير القرب يعني الريسكيو بوت اللي جاهز اللي حيروح للمركب التانية عشان يعمل الوصلات عشان هي بتحتاج حبل معينة وويرات معينة وجنازير بصفة معينة أن هي تبقى تقدر تتحمل الأطرة المسفات طويلة يعني أنت اللي بتنصب خطة العمل إزاي؟ والتوزيع الناس والطأم اللي حيبدأ في الأول حيشتغل ومفروض أن العملية ممكن تقعد 6 ساعات ممكن تقعد يوم حسب الريح حسب البحر فلازم يكون في جزء تاني مريح ما ينفعش الناس كلها تبقى صحية فقط واحد طب وحالات الهجرة غير الشرعية بتتدخلوا؟ إذا جلنا تعليمات أن احنا نتدخل لازم نتدخل يعني استلمنا بلاغ أن احنا في زودية قريب مننا عليه 80 فرض 90 فرض والمطلوب مننا أن احنا نقرب منه لازم نعمل كده لغاية المينة اللي احنا قريبين منها والبلد اللي احنا قريبة منها تطلع مراكب أو تطلع يعني الحراسة بتاعتها تطلع أنها تبدأ تشوف إيه الموضوع ده وتبدأ تنقذ برضو الناس أنه هو ما بيتعاملش كمجرب هو مش مجرب هو لازم يتعامل برضو بأدمية أنه هو هربان من سواء كان هربان من دولة فقيرة عايز يروح بيبقى فيه يعني بياخدوا هما الناس دي وبيحاولوا يتعاملوا معهم طبعا يعني في حقوق الإنسان والكلام ده المفروض الناس دي ما تهنش آه بس هما في الأول وفي الآخر ارتكبوا جريمة وقصروا قواعد القانون ما هو قصر قواعد بس فيه منهم سنهم صغير أغلبهم شباب فيه منهم عندهم 12 سنة 15 سنة آه طبعا وفيه منهم طبعا ناس كبيرة أنت دورك معهم بتبقى أي لو تبلغت أن فيه حاجة قريبة منك فيها هجرة غير شرعية بتتعامل معهم إزاي على حسب البلاغ ما بيجي لأنا مفهود بقرب منهم وبغير خط سيري وبزود سرعتي بأسرع وقت أن أنا أوصل للمكان ده لغاية لما البلد تبدأ تبعد هليكوبتر أو تبعد القوارب السريعة بتاعتها تستلمهم منك أول تديني بلاغ أن أنا نتشيلهم وحط وشيلهم عندي على المركب طب وقزمة كورونا إحنا بقلنا سنة تقريبا في قزمة كورونا تأثيرها على شغل لها تأثير يعني رهيب جدا أول حاجة في رفاهية أي واحد بيشتغل في المجال البحري رفاهيته الأولانية أنهو ينزل في الميناء سواء شغال في مواني ما بين مسافة سيارة أو كبيرة رفاهيته الأولانية هي الميناء بيته ممنوعين من نزول في المواني الشركات طبعا ما بتسمحش بكده والدولة ما بتسمحش بكده محتاج بيسيار وهو نازل ومحتاج يتعزل لو حصل حاجة واختلط بالناس فطبعا دي بالنسبة له أزمة تاني أزمة في التعيين والرفض في النزول إن هو يروح لأهله أو بيته موضوع صعب جدا إن بديله كمان صعب إن هو يطلع أصبح حبيس المركب يعني أسوأ حاجة عند أي واحد بشغل في المجال البحري الموضوع بقى صعب جدا في التعيين وفي الرفض وفي كل حاجة وفي حريته حتى الوكلة لما تدرش تطلع على المركب لازم انتعبوه من بره ومن بعيده احتياطات كتيرة جدا شباب كتير قوي بيحلموا يبقوا كبطان بحل تحب تقول لهم إيه؟ هي شغلية لمس سهلة ولازم المعرفة تكون مستمرة ولازم يكون على دراية كافية ولازم يكون هو حابب المجال إن هو المجال لما بيحتك به ممكن يعني بدل ما كان بيحبه يبقى كاره لازم يكون عنده قابلية إن هو يسيب أهله يسيب بيته يسيب كل الناس دي كلها ويقعد في البحر ستة سبعة شهور وعيش أكل البحر خليك تستغنى عن كل حاجة بتعود يعني هو أساساً الموضوع كان من الصغر إنه كنت حابب المجال البحري وأطلع رحلات صيد بقعد فيها بالكزة يوم فهتعودت على الموضوع ده فيه ناس ما تقدرش يعني بتبقى موضوع صعب جداً إنه هو يقعد ستة سبعة شهور في ميا يعني عمالة تيجي مين وش مال المركب يععد في مكان عمالة يتهزم منه ما بتبقاش ألقان إن انت مش عارف تتواصل مع أهلك تعرف أخبارهم ممكن فترات طويلة قوي ما تعرفش عنهم أي حاجة بيبقى غصب طبعاً من الحكاية دي بتقريرك طبعاً بس لو ركزت في القصة دي حتفقد شغلك لازم أول ما تسفر خلاص من البيت على المركب لازم تنسي الناس دي كل لازم بتبقى بتطمن عليهم في أقرب فرصة ده اللي تقدر تعمليه وبيبقى مثلاً الأهلي معه أرقام تليفونات المركب لو في حاجة ضرورة جداً بيبلغوها لكن إنك انت تقدر يعني تعادي وتركزي معالها ما تقدرش تشتغلي ممكن تعادي عشر تيام ما فيش أي نوع من أنواع الاتصال غير الساتلايت الساتلايت متاح لأي حد بس طبعاً تكلفته عالية جداً وبيبقى خاص بالمركب وخاص بالحالات الحارجة بس أي حد ممكن إنه هو يتطمن على قاله بالدقيقة دقيقة ما فيش مشكلة يعني أي حد من الطقم مسموح له أنه هو يستخدمه ده غاية لما يوصل لقارب مين وساعات المركب ممكن ما تخشش المية وتقف على المخطف ويبقى تبقى الشبكة كويسة جداً والناس تتكلم أهلها وكل حاجة النت ما خلاش أي حاجة أنا في ختم حلقتنا إحنا بنشكر الكبطان طارق شعيشع إنت حاببت تقول أي حاجة قبل الختام؟ أنا والله أتشرف جداً بالقاعدة معاكو يعني وحلقة ضريفة جداً جداً ياريت من أي حد يكون استفاد أي حاجة من الكلام الحديث ده محتاج حلقات بصراحة ومش حلقة واحدة إحنا خدنا الطوط عريضة المجال كبير جداً يعني كمجال كبير جداً وعايز معرفة جمدة جداً وعايز على طول أبديت وإن فيه تعديلات على طول بتحصل وإن هيو بتعامل كله في الآخر مع أرواح وربنا يقدرك على المخاطر اللي بتشوفها وبنشكرك على تواجدك معنا النهاردة ونتمنى حلقات تانية تكون متوجد معنا فيها إن شاء الله دي حاجة تشرفت تحكينا باستفادة عن المواضيع دي كلها دي حاجة تشرفت وبنشكركم عزقنا المشاهدين على حسن المتابعة وبنتمنى تكون حلقاتنا عجبتكم وبنشكر إدارة قناة الصحة والجمال وكل القائمين عليها وكل الشكر والتقدير للكاتب الصحف يشريف شعبان صاحب فكرة البرنامج ومدير تحريره والأستاذ أحمد الجمل تصوير خارجي بنقول لكل مشاهدينا الحلم معانا مستمر استنونا في حلقات تانية كتير مع أحلام جديدة أصبحوا على خير